السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم نبينا ومرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحاره وأزواجه ومن تلعب بإحسانه إلى يوم الدين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أكمل إن شاء الله ليلى موضوع العقف والوصية والفرق بينهما وقد تكلمنا فيما مضى حين كنا نتكلم عن المواريث أعرضنا لموضوع الوصية فإنما يوجزه إن شاء الله حتى يسل علينا المقاربة في نهاية المحضرة الحمد لله وطوله وتوفيقه بين الوقف والوصية نقيم مقاربة بينهما فيه بارع خنس نقاط أو ست نقاط حتى يتمين الإنسان الفرق بينهما إذا كان لدينا أي شخص في الوصية في الوصية التي تحتاج إلى الإنسان أرجونا نعلم أرجونا نعلم تعريف الوصية هي الأمر بالتصرف في الأموال بصفة معينة بعد الموقت هي الأمر بالتصرف بالأموال بصفة معينة بعد الموقت ما هو الوصية؟ الوصية هي الأمر بالتصرف أو الأمر بالتصرف أو الأمر بالتصرف لإنسان الفرق بينهما ما هو الوصية التي تحتاج إلى أموال بصفة معينة بعد الموقت فقد يكون التصرف في الغسل والكفل من يغسله من يكفنه من يعقول أولاده من يكون وصياً على أولاده حتى البنات من يقوم بتزويج البنات ونحو ذلك هذا لا يكون إلا حال موت الموسي وهذا لا يكون إلا حال بوت الموسي آه could be how to spend the money after his death what to start with if he owes some people money how much should be given how much is the total net's on him ويسألت أن يكون أيضاً مصيراً كي يتعلم بعض الناس كي يتعلم عنه ويكون المساعدة من المساعدة ويكون المساعدة من المساعدة بعد المساعدة أو حتى أن يكون المساعدة during the marriage ceremonies of his daughters if he have any وَحَلِ الْوَصِيَّةِ مَشْرُوعًا أَمْ غَيْرِ مَشْرُوعًا الْوَصِيَّةِ مَشْرُوعًا بِكِتَابِ لَهُ وَسُنَّةِ رَسُولِيَّةِ صلى الله عليه وسلم What are the evidence of the reality of the well? The evidence from the book of Allah from sunnah of Rasulillah صلى الله عليه وسلم أما الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ مِنْ مُوتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرٌ الْوَصِيَّةِ إِنْ تَرَكَ خَيْرٌ الْوَصِيَّةِ فهذا هو دليل من كتاب الله على أنها مشروعة لكتاب الله سبحانه وتعالى وتكلمنا أيضا فيما مضى على المنسوخ من آيات القرآن فهذه الآية منسوخة حكماً بخصوص الورث الأصليين وبقيت حكماً بخصوص الأقار والفقراء واليتام الذين يحضرون القسم يعني هذه الآية نسخت في شأنه لأن الله قال الوصية للوالد والأقربين ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكر وأصبح الوالد يرث وأصبحت فرائد والأقربون يرثون حسب وجودهم مع بقية الورثة حسب الترتيب حسب قربه من المتوفى ثم بقيت في شأن الأقارب سطة عامة واليتام والمساكين وإذا حضر القسمة لقول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتام والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولاً معروفاً نحدث عن العربة العربة والقربة في القرآن والأيام الذي أحدث إن شراءت وقال الله يزدًا أن الله قد وقالك إن عليك كان يجعل ما فلن يجب أن يخبروا أهرباً يجب أن يخبروا هذا المكان يمتلظ على لخصوص إلى أطور الآخر علاج في مقادرة في مقادرة المترجم للقناة لماذا؟ لأن الله أصبح المترجم للقناة ويقفت 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 المترجم للقناة إذا كان لديهم ويقفت بالقناة ولكن بالقناة بالقناة ويقفت ويقفت حين زين عندما طبعا وكثر وربط ممترجم ما مجدين و قد يسكر المترجم للقناة ولكنه لا يمكنه لا يمكنه لأنه يكون هنا فإنه يساعد المال ممتعه 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 كي انظر ممتعه وإذا حضر القسمة أولي القربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا بعروفا and if some of the relatives who have no right to inherit and the orphans who have no right to inherit and some of the poor people or needy people will be presented on the time or at the time the money is divided no problem to give them something وقولوا لهم قولا معروفا so you say something nice to them like what وتقول لهم قولا معروفا مثل ماذا مثل أن تقول كنا نود أن نعطيكم أكثر ولكن اقبلوا منا هذه الألية فهو سيقبل وسيفرح بقليل أو بالكثير حسب كرم الورثة أو إنساكين فسيفرح وينحسر وتنكسر وينكسر حسد في قلبه لأنه هو الذي يوزع المنبسا أو هو الذي يكتب ويسجل وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما حق مرئن ما حق مرئن يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت ليلة أو ليلتين عنده ويصبه إلى كتب وصيته أو تكون وصيته عند رأسه يعني هذا واجب عليك أيها المسلم أيها المؤمن الذي تخاف لقائلا وتضيح حقوق الناس بموتك وثق الناس فيك وأعطوك أموالهم بغير وصل أو بغير إثبات إلا أنهم يسقون في أمانتك فلا يدفع ذلك أنك حين تموت يعني إذا علمت أنك في سياق الموت أن تخفي ذلك ولا تمينه للناس بل إن ظننت حتى وإن كنت صحيحا معافية فلا حد يطمن إن كان يستيقز في الصباح ألا ولا أحد يطمن إن خرج من بيته في الصباح أن يرجع إليه وهذا أمر معلوم مشاهد فإن الموت لا حجة له لا يحتاج سببه إذا أراد الله لإمري أن يموت سيموت وإن كان خويا كالثورة وإن كان سليما معافيا هذا لا يمنع من الموت وقد يموت الصحيح الشاب ويعيش السبيل أليه يعيش أبدا من الدار من الدار من الدار من الدار حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله صلى الله عليه وسلم لتفكير بيضًا إذا أراد الله صلى الله عليه وسلم سأرد الله لأنه لا يجب عليك مرؤوسي ميابه platsراحة هبت weighing سربطاً سي hijoängت أخير اشترك من المواطن وأان ما ترقيков ميابه الأن ل Eighth ب και أقبل الغب للقوية でき оставше لقد أربقتك لن چكى حتى لا ت trimestre type in note but you have to be very cautious you write your will if you owe other money you have to write every night to update it let's say you owe someone 2000 and you paid him today 1000 update your will scratch the 2000 made him 1000 يمكنك أيضاً قيمة أن تقوم بـ 1000 على ديّه وكذلك لإثقاءة تحبك لتحبك أن يكون حكمة لتحبك أيضاً من يجب أن يحصل على ما تحبك من كل المال من أن تتعامل وقال الله عز وجل في كتابه من بعد وصية يوصي بها أردين مع أن الدين أهم عند الموت من الوصية إلا أن الدين له مطار وسيظل وراءه حتى يأخذ لذلك قدم الله الوصية على الدين لأن الموصى إليه قد يستحي أن يأتي ويستحي هل أوصى بي الميت بشيء يستحي يسكت وقد يكون هناك وصية يخفيها الورس فهو لا يستطيع أن يطالب بها لأنه ما بلغه العلم بها ولكن الدائم يظل وراء دين لذلك قدم الله الوصية حتى يلفت الأنظار إلى أهمية تحقيق وصية الميت مع أن الدي يسبقها في الأداء مع أن الدي يسبقها في الأداء أيضا الله قال في القرآن if some person the meaning in English if some person died and he left some debts and he owes people money and in the meantime he wrote a wasiyah he wrote a wedding so which one so which one to be fulfilled first the wasiyah or the debts debts maybe someone will ask you why Allah put wasiyah first in the Quran Allah put wasiyah first in Quran as we spoke about it before because because wasiyah could be hidden I don't know that someone who is not even my relative in the masjid he put my name in his room if I die give that person this much money I have no idea but after after his death and when the relative will open up his wasiyah they will find that they can hide it and I don't know anything about it to ask for it that's why Allah wrote in the Quran in Surah in Isaah chapter of women Allah wrote word wasiyah before the word dayim dayim means their debts why because the debts everybody knows how much that guy owes him he will bring the proof to take his money his deserve the money but the wasiyah maybe you don't know or even if you knew maybe he will come to you and say to you I put your name in my wasiyah if I die you will take a share of my money so you're here but you feel shy to go and ask for it you are waiting nobody just pay attention and you never know maybe after he told you he cancels it that is his right as long he's still alive he can cancel or change his wasiyah and update it in a completely different way also we have another proof from haditha from hasitha from Rasulullah يعني الكل يعلم أن المسلم إن مات فلا حكم له على مال وإنما يوزع حسب الشر صحيح فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تصدق عليكم بثلثة أموالكم يعني إلا في حيود التن تعطيها الغليل تعطيها الإقاليب لا يرس تعطيها لأحد الورثة ولكن هذا معلق على موافقة بقية الورث يعني مثلا رجل ترك ولد مشتور وله نصيب لكنه يحتاج لفقات عاليم فأوصله بثلثة مال إلى جانب نصيبه من الورث فلا يرضي الوصية في حق الورث إلا إذا قبل أخوته قالوا نقر ما قالوا هنا لحاجة أخيه أو لحاجة أختنا التي مات زوجها وترك لها أيتان كثيرون في هذه الحالة إن أقروها مضت إن من يقروها لا تنضي ولكنها تنضي في حق الأغرب الأتقياء لا يمنعونها ولا يخفونها ولكن قد يحدث إنهم يستقلون المهن يقولون وكمان وأيضا ثلث تركا يا رجل لا ما نعطيه ويخف الوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهمه ما يمكن أن تفهمه ما يمكن أن تفهمه المنزل الذي كان يحصل على المنزل المنزل سيكون قدره في الشريحة ولكن هذا الحديث الذي يتعلق من المنزل المنزل الاسلامت الحديث هو أن الله أعطينا للمنزل من المنزل لمن يحصل على أحد يحصل على أحد But he will allow you to distribute one-third maximum in the way you love before you die. Even if you want to give it to one of the inheritance. Why? Assume, or for example, someone is passing away and he left a daughter who lost her husband and she had plenty of responsibility with plenty of orphans, young. Orphans, they are young. So her father beside her, shared by Sharia, he said, and I give one-third of that money to that daughter. That wasiyah, particular wasiyah for an inheritance, cannot be valid or cannot be acknowledged unless all the other inheritance will accept that. Like if he left a paralyzed son and he need to pay for someone to look after him. In that case, all the brothers, all the sisters or all the inheritance, they will say, we accept that wasiyah. So that son or that daughter will get her Sharia, 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 plus the wasiyah. Otherwise, she cannot take that one-third if the people objected. Or that brother cannot take the additional third if the others objected. We have also a strong hadith when Amr al-Az was passing away. Not Amr al-Az, but Amr al-Az. سعد النبي وقاص لما سعد النبي وقاص تعرفون سعد النبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض المرض فعاده الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذه سنة غفلنا عنها من مرض منكم فعدوه ومن علمت أنه مريض فأخبر به بذلك حضر أبونه أو أخبر به المسلمون فإن عيادة المريض حقاً واجب حقاً واجب على المسلم على أخيه أن يذهب إليه فيعوده ويدعو له ويجعله يدعو له يعني الزائر يدعو بالمزور وينطلب من المزور أن يدعو له فإن دعوته مشتجا ثم أنك ستجد الله عنده فكيف تضيع أن تكون في معية الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح عبدي مريضت ولم تعدني فيقول العبد يوم والقلام كيف تمرض وأنت الله قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده وقال بصريح النقص لو وجدتني عنده كيف يكون الله موجود في هذا المكان هذه صفة خاصة بالله تبارك وتعالى تلك بجلاله وكباله أما في بقية الحليس قال استطعمك عبدي فلن تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته وجدت أجر ذلك في بقية الحليس يتكلم عن الأجر أما في عيادة المرين قال أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده لأن لهذه الزيارة وقع شهيد على قلب المزهور يفرح أن الناس تذكره وتهوّل عليه من آلامه ولا تطعم الزيارة هي كلمات بسيطة بسيطة تقولها ثم تنصر الفراش تنعو له ويدعو لك نحن لدينا We have another proof from the sunnah of Rasul Allah that when and I said mistakes that was wrong I said it wrong He was Sa'd Ibn Abi Waqqqaz الموت لأسهم إسم الله نعم نعم لتأahlen البعض لهم عندما يتعرض لهم أحد لا يهم لم haكن أ 해야 أحسن أنا MY god when I found some names on the political court next to the door of the management saying that brother is sick that brother is sick so that will give you chance to ask about him to go and visit him in the authentic Qudsi hadith that almighty Allah said to someone on the day of judgment I was sick and you never came to visit me so the servant would say how you fall sick you are Allah he said my servant so and so felt sick and you didn't visit him wasn't you aware of that if you visit him you will find me there how Allah will be there that's something related to his majesty to suit his majesty we cannot give an example of that but in the rest of the same hadith he said for example I was hungry and you didn't give me food or you didn't feed me so the servant would say how should I how can I feed you you are Allah he said he said to him don't you know that if you feed that hungry person you will find the reward of that with me here on the day of judgment so the rest of the hadith Allah speaks about the reward except the part of the sick person Allah said you will find me there so if we said that you are invited to the house of imam and the president Obama will visit the imam oh everybody will be happy to come and be in the presence of the president of Obama why is a human being like you and it doesn't harm you if you miss that visit but if Allah is there with a sick person how do you miss that visit don't miss a visit of a sick one let's go back to the proof Sa'ad ibn Abi Waqas was very rich and doesn't have poor relatives so he said to Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam after Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asked him فابتدره النبي sallallahu alayhi wa sallam سائل الإياد أو سيت إذن شعر النبي أنه سيوت لذلك قال له أو سيت إذا كتبت نصير فقال له نعم يا رسول الله أو سيت من كل ما لي بالفقراء فقال له النبي sallallahu alayhi wa sallam يكفي العشر وترك الباقي لأهلك وأقاربك قال يا رسول الله صلى الله إن ما يكفي وكل أقارب أغنياء فظل يتفاصل سعد النبي وقاس يريد أن يزيد المال الذي يتصدق به والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضيق حتى حتى له إذن الثلث والثلث الكثير يعني لا تزد عن الثلث والثلث الكثير وفي رواية قال له نصف المال ربع المال حتى اتفق على الثلث أصبحت هذه سنة بين المسلمين قاطبة رسول الله صلى الله صلى الله وقت سعد ابن سيد ربع سبحان الله وقت سعد ابن أبي وقاس قال لك هل أقرأ بإذنك سيد يعني أنه أفهم أنه سيئة 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 ربع ربع الله ربع صلى الله صلى الله أبي لك من ضع رابع وقال ربع او لبدأ للم حتى السياة ستل تعالى تريد أكثر من أجل منه لبعض مهمة تبدأ بالجميع. حتى الآن كان الأمر تتعلم عندما السور الله صلى الله عليه وسلم كانت أكثر من أحد لديك من المناسب إلى المناسب على أكثر من المناسب ومن أكثر تتعلم إلى أصبحت مهمة حتى لو رأيتها رئيساً، الله أريد أن يكون لديهم مواراً، إنه ليس لديك مواراً، لذلك من ذلك نفهم من السنة والقرآن، كيف يكون لديهم، يمكن أن يكون لديهم، يمكن أن يكون لديهم، يمكن أن يكون لديهم، كل人 يعلم أن هذه الموارات عدول، عدول يعني أنهم لا يتعلم، يكون لديهم مواراً، وتكون ترضي الوصية بالكتابة، وترضي بالقول الشبهي، إن كان هناك من الشهود من هو عدل، أو يظن فيه العدالة، حسب البراءة الأصلية، وأنا تكلمت عن البراءة الأصلية قبل ذلك، أنه يفترض فيما لا أعرف خلفيته أن يؤمن، إلا أن يثبت العكس، وهذا في سورة البائدة، حين المصيث لا لذو عدل منكم، يعني أنت عارف عدليته، أو آخران من غيركم، أيضاً، شريطة العدالة، أو أنهم يستحيل أن يتفقا على باطل، لا يعني مثلاً، كلمت أحد من أقاربك في اليمن، تقول إن سمعت لموتي، فاتصل على أولادي وأخبرهم أني أوصيت لفلان من أقاربي بكذا، وتكلمت مع واحد من أحبائك في كاليفورنيا بسر، إن أنا بيت، تصل لأهلي وأخبرهم أن وصيتي لفلان بكذا، فلما جاء الخبر بالوفاة المريض، أو السليم، اتصل الذي من اليمن، واتصل الذي من كاليفورنيا وكلاهما لا يعرفوا بعضهم بعض، فهذا مثلاً ماكستان، وهذا يمن، ولم تكن هناك سابق طواطئ بينهما، أو إمكانية الطواطئ بينهما، فيقول هذا لأولاد الميت، إنه أوصى بكذا لفلاه، فيسكتون حتى يتأكدون، فيأتي الخبر من الرجل الآخر، فيتعزز بشاهدي، يستحيل الطواطئ بينهما، والمصية لا تكون لقاتل الموصي، يعني، واحد تسبب في قتل هذا الميت، هو تسبب، هو فأدال، وضع له سوماً، أو قتله، أو كرى ليقتل، يعني أجر واحد يقتله، وظهرت، وكان قد أوصى إليه، فعلم أنه وصل له بمال، أوصى له بمال، أرد أن يعجل، فكرى عليه ليقتله، فلما قتل وانفضح الأرض، لا يأخذ الوصية، لا تحيل له الوصية، ولا يكون ذلك في من شهد شهادة حق، تتسبب في إعدان أحد، يعني رجل الطيقة بجريمة قتل، وشاهده أحد ورسته، شاهده، وهو يقتل، فلما أصبحت التحريات، وسئل هذا القريب، الذي سيارس حقاً، قال له هل رأيت؟ قال رأيت، كيف رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا وكذا، فتسببت هذه الشهادة بأن يصاق إلى الموت، وقتل، وقسمت أمواله، هناك من الناس من يقول لا يأخذ هذا الشاهد من ماله، لأنه تسبب في قتله، فيرد عليهم كذبتم، لأنه ما شهد إلا بالحق الذي علمه، يبتغي وجه الله، فلا يكون جزاء من شهد شهادة حق الحرمان، إلا أن يكون شاهد الظور، حتى لو كان شاهد الظور يأخذ من المال، وسيحاسبه العلي الجبار، وقد تكون، أه، ترجو، المصيحة، قد تكون ذلك في رتن، ولم يتغيب أن تغيب أن تغيب أن تغيب، ولم يتغيب أن تغيب أن تغيب، بعد أغيب أن تغيب أن تغيب أن تغيب ، ويضاً على طفل أول، فمسيحة إلى القواسيحة إلى المادة، ولم يتغيب أن تغيب أن تغيب أن تغيب أن تغيب عنه، because the guy died already. And they opened the masiyah and he died. Still, this money is valid for him legally for his inheritance. Become earth for his relative. For the other guy's relative. Could be also by waiving. How? Потому что هو قد يتعلم من يتعلم شخصاً يتعلم عنه يستعلم فيها إذا كان يعرف كيف يتعلم يستعلمоб إذا كان ليستعلم كيف يتعلم وفي هذا الم McCall يجب أن تحرق ببطائع مثل ما؟ مثل معيتي فهذا يعني أنه ي الجهدين ثلاثة 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 لقد تأتي أو تقوم إن استعمال أصبق لنا للمشاهدة للشخص تجد من ويجعل بالسโسيه وصيدة إذا كنت أعلم كيف تقرأ وقرأها باعتبارها، فهي ليس تقرأها، يجب أن تقرأها طيب الواع الوصية في عندنا وصية واجبة وفي عندنا وصية وسنونا ومن دوب إليها الوصية الواجبة التي تحلل الدين الذي عليك والوصية المسنونا التي هي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وصية دبعها في دوائل أولاً مستوى تقرأ وللا تقرأ وللا تقرأ ما يشترت في الموسي الذي سيكتب الوصية نحن الآن نتكلم عن الوصية المسنونة ما يشترت فيه أنا أشعر بأن أجدي قدم فأكتب وصيتي فما يشعر المتوفرة فيها أنا لأكتب هذه الوصية أن يكون أهلا للتبر أن يكون عاقب رشيدا أن يكون مالكا للمال الذي يهر أن يكون برضا فأكتب الوصية فأكتب الوصية لتكون فيك لو أن تتكلم عن الوصية سنة وصية أن تكون مالكا للمشي على أن تكون مالكا للمشي أو تكون مالكا للمشي فأكتب الوصية للمشي فأكتب الوصية للمشي فأكتب الوصية للمشي فأكتب الوصية للمشي أن تكون مالكا للمشي فأكتب الوصية للمشي فأكتب الوصية للمشي فأكتب الوصية للمشي pouصية للمشي فإن któ�ها للمشي أمني شكرا من المشي إذا كنا نعرف أنه قد تفعله قطعه قطعه كثير من الوصيب؟ هناك ثلاث من الوصيب 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 من يوصيب الوصيب الوصيب بلوصي للغادور المدور الم journaling يقول لتينة الم الوصيب الوصيب مذلك كل شيء إلى أن يتحصل على هذه المحلقة. محلقة الجزء على المدينة في الشياء. عندما يتحصل إلى النتاة، أخبره على المساهن للتأتي أخبرهfig ، أو حدث بعملهم للسيء ، الأخبر. ثانية ، حيث أن Państwo قمت بإقاله ، أنت يقول كأخبره ، هل سحصل على أردتي شديد. because you trust him more than the others I ascribe my oldest son to be the supervisor of the money till the money will be distributed or I ascribe my youngest son or I ascribe my older daughter why does he have boys but he ascribe the girl because he trusts the girl more than as long as he ascribe that it should be varied and effective and come and has power immediately once he dies to divide the money according to the wasiyah what can change the wasiyah if the person updated the wasiyah by cancellation or addition so that will update the wasiyah لو أنه رجع عن وصيته قبل الموت رجع عنها بالزيادة أو بالنقصة أو بالإنغان أو طبعا لابد أن يكون كتابة لابد أن يكون كتابة إن كان لمن يحسن الكتاب أو يشهد إن لم يجد فرصة لأن يكتب فيأتي شاهداء يقول أوصى لسعد بمئة ويقول الشاهداء للآخران بل قال قبل أن يموت ألغيت الوسط أو جعلتها ألفا مدام الألف لم تزد على الثلس فوجب أخذ شهادة المتأخر عن المتقدم تأخذ بشهادة المتأخر عن المتقدم If he said if two guys came and said we bear witness that he said to us last month that we should give brother so and so $100 for example but another two guys they show up and said no, no, no before فَلَوْ وُجِدَ أَنَّ الْأَلْفِ رَدُوهَا إِلَى أَدْنَى قَدْرٍ يَا يُسَاوِي الْثُرُسِ كم بقية هذا الباب؟ خم أصدقائك؟ طيب، أنا عندي فقط لك هذا الباب إذا جُنَّ الرجل الذي قال بالوصية أو جُنَّ الشهود أصبح سفيلي فترد شهادتهم لأنهم سفاء لا يعقلون ما يقولون وإن لم توجد ذلك، هو أوصى بأنه ولم يجد أي ما فسقطت الوصية، أنا أقولها سريعاً أو إذا ارتد عن الإسلام قبل أن يموت قبل أن يموت، سخر من القرآن، وسخر من الصلاة، وسخر وقال قد يعتعونه في قراءة هذا القرآن، الذي لا طائمة من وراء قراءته، مثلاً فهو مرتد كافر، فترد كل وصيته، ولا يرسه أولاده المؤمنون خلاص، ضعنا لأنه كافر، ولا يرس الكافر المؤمن، ولا يرس المؤمن الكافر وإن كان العلماء اختلفوا في هذا الذي كان مؤمناً ثم مرتد، قال يستمر ورسته بالإتفاع المال لأنه حاز هذا المال حين كان مؤمنه، ولكن هذا أمر هو رد للفقهاء أنا فقط أسوق الأراب موت الموصي له قبل الموصي، وتكلمنا فيها، وتبطل الوصية إذا كانت لوارث، ولن يجزها باقي الورث وإلى هنا تنتهي الفروق بين الوصية وبين الوقف وأشعر الفروق أن الوصية لك تنفس بعد الموت، والوقف وأنت حي والوقف وأنت حي، الوصية يعدل فيها كما شئت، والوقف كما أوقفته لا يعدل وإنما يراعى ونتابع حتى يتم على النهج الصحيح والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك نبينا محمد، نعم شكرا كيف بالذي سبحان الله حصل فيه المرض وتوفى ولم يوصي ولكن بنفس الوقت فضل واحد من أولاده بالبيت كاملا نعم، نعم، يعني بطريق قانوني، ليس شرعي هو يقول حتى أتأكد أني فهمتك، أنت تقول أن ما شأن للناس شكرا شكرا